اهلا بكم من جديد في حديث القاهرة لفت نظرنا جدا العنوان قنال الاطفال يا ولاد الحلال هو مش نداء بس ده استغاسة كمان يا شايفة ان من الاهمية بمكان ان نتحرك دلوقتي ما بقاش فيه وقت عندنا مخاطر كتير جدا واسباب كتير جدا ليه اطلقت هذا النداء وهي الكبيرة جدا في مجالها يعني عدد مهول من الكتب قديبة اتكرمت فيه اكتر من مجال اخرجت مصرح باهم نجوم موجودين في اوقات مختلفة يمكن عدد كبير جدا من التكريمات وايضا المناصب لكن بالاساس هي عاشقة للاطفال هي ضفتنا دلوقتي الكاتبة الكبيرة الاستاذة فاطمة المعدول اهلا بيك معنا في حديث القاهرة اهلا بيك حبار ربنا يخليك يعني قنال الاطفال يا ولاد الحلال على طول ندخل في الموضوع شوفي انا عاشقة المصر طبعا وما انك عاشقة المصر لازم تفكري في مستقبلها من غير الاطفال انت عندك 35 مليون تفل تحت سنة 18 مصر اللي جاي احنا مجتمع شباب وطفولي مايصحش يتسجد مش مصر كان ايدا او الاستغازة لاتنين فيه فيه تلات حاجات مهمين جدا قانال الاطفال المجلس القومي للطفولة والوموما يرجع تاني تابع رئاسة الوزراء مايطلعش مايبقاش ادارة من ادارة الصحة لانه كان بيعمل استراتيجية بتاعة مصر مع برة والمنح والهبات وحقوق الانسان وحقوق الطفل كان هو اللي منوت بدا وبيعمل الاستراتيجية تابعة تماما للرئاسة الوزراء مافيش طبعا جاد بتتدخل والحاجة التالتة دي بقى اللي لازم نعملها ما احترامي الأسور الكبيرة جدا أسور الثقافة اللي انا متربية فيها الثقافة الجمهورية دي بيتي لازم في كل قرية مصرية قاعة متعددة الأغراض قد الستوديو ده مكتبة الكترونية مكتبة ورقية والباقي فاضي ترابيزات مرة تتلم تجي بيها تبقى مصرح مرة تترسم عليها مرة تتحطي على جنبه ويغنوا قاعة لازم متعددة الاستخدام للأرشدة متعددة الأغراض اه انا ما جبتش ده من بيتنا انا تعلمت وشفت انا سفرت بره الدولة دي بصي انا بنت الدولة المصرية ما اشتغلتش غيرها لا في ناس اشتغلوا انا جوزي اشتغل بره بتادى اشتغل بره من يوم ما اتخرج يعني كاتب الكبير اه لكن انا بنت الدولة المصرية انا قرفت من وانا صغيرة وقررت اشتغل مع الاطفال ما كانش فيه حد بشتغل مع الاطفال غير مصر الحكومة الدولة فانا تربيت في وزارة الثقافة من وانا طالبة انا خارجة اكتماية الفنون افهم يعني ايه دولة وافهم يعني ايه ادارة وافهم يعني ايه امكانيات وافهم يعني ايه شعب وحب اقولك ان الوزارة الثقافة المصرية عندها امكانيات مش عند دول كبيرة جدا وغنية جدا وما اللي ما بنستغلهاش بالشكل المفترض نقدم به وظيفة لحضرتك يعني بصي بحدش بشتغل لوحده الثقافة الواحدة ما نضرش تشتغل لازم ببقى فيه ثقافة يعني فيه ثقافة تعليم إعلام طبعا من غير تعليم إنسي ما فيش حاجة يعني تعليم نمبر وان لكن أنا دلوقتي يعني إحنا ولدنا منقسمين جزء بيتفرج على قنوات طائفية فقوية بتاعة قريبنا وصحابنا وحبائبنا اللي حوالينا ظروفهم غير ظروفهم هم ما احترامنا الشديد ظروفهم غير ظروفنا خالص حبائبنا واخواتنا وكده بس إحنا شعب مختلف وتحدياتنا مختلف وفيه جزء واقع تحت ديزني أو بتاعة الحاجات الأجنبية أنت معرضة جاي لك أي كارثة جاية يعني الاتنين فكريا ما يتناسبوش معي مش معاكي أنت مصر أنت حاجة تانية أنت لكي قصصية طول عمرك قلت لنا على الجرانة طبعا قلت لنا على الجرانة القنوات بتاعتهم الثقافة بتاعتهم مختلفة ومعطياتهم وأهدافهم مختلفة فبناء عليها بيبنوا وحياتهم مختلفة يعني فيه غنى فاحش وفيه حاجات فقوية دينية موجهة بعنف وفيه حاجات ما بتعبرش عننا ده مش إحنا فمش عايزينها وديزني بقى وما شبهها من القنوات الأجنبية لا ده كارثة بقى أنت دخلة بقى في الخطوص الحمراء الأخلاقية الاختلاف لأ الاختلاف بقى دخل بقى الجايز والحاجات دي أنت عندك بقى مشكلة أن بكرة الأبطال هيبقوا هم سيكشول والحاجات دي يمكن رئيسة ديزني لها تصريحات منتشرة على السوشيال ميديا قالت كيف يتقول فيها بشكل صريح أن إيه ده إحنا عندنا الأبطال الخارقين اللي في عندنا شوية قليلين بس المثليين لأ عايزين نزودهم شوية مش بس الأبطال الخارقين ده هي الأجيم هتعالينا أن نعيد الأجيم فهتخيالي بس عن صندريلة تتجوز بنت طب أولادنا يعملوا إيه ولا قيمك ولا دينك ولا مجتمعك إذا ما بقاش عندنا بديل لا ده هينفع ولا داينفع بصي أنا ضد نمنع أبدا اعملي حاضق تصد في مصر بتاعك بيقول إيه بيقول مصر بلد كذا 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 تعملي الانتماء إزاي تقدم لهم أفهم الحديثة إزاي يعني إيه وطن يعني إيه ملكة فكرية كل الحاجات الحديثة دي إحنا عملناها كتب للأطفال وعملناها مصرحيات بشكل مبسط وجميل أما ليه أما ليه كل حاجة قبل تقدميها الأطفال حتى التحدي مية النيل حتى يعني أنا الزمان قوي عملت مثلا قصة غنية نقطة مية ونقطة مية ونقطة مية بنحافظ على نقطة المية دا إيه من عشرين سنة كان لسه مفيش أزمة مية النيل لكن لازم تعرفي أولادنا الحقائق وتتقدم إزاي بشكل فني وتلقوا ينفع يفهموها ويتجاوبوا معاها طب فكرة القناة بقى يعني قناة للأطفال تاني حرجع يا أولاد الحلال معنا كده إحنا في أمس الحاجة ليه لدها ينفعنا ولا دها ينفعنا أولادنا بقى نعلمهم عن طريق إيه أولا أنت عندك تاريخ كبير أوي وعظيم أوي شتقافة الطفل في نون الطفل في التلفزيون وعندك أغاني جميلة جدا عملها ناس محترمة جدا يعني ندر وفتوح إحجاب وغيرهم يعني ما بتبص يعني لما يقولك أشا مش عارف إيه ما بتبص الأغاني السن الصغير تقدر يتقدمي نفس الشغل يفضل يتفرر على نفس الشغل أجيال وراء بعد السن الصغير ما قبل المدرسة عندك منه كتير عند الكارتون القناة لما تفتحت اللي هي قناة الأسرة والطفل فيها كارتون كبير جدا كانت مسؤولة عنه شكوار خليفة يعني كتير جدا إنتاج مصري أو إنتاج مدبلش إنتاج مصري لا مصري مصري وبرامج مصرية عظيمة وكرتون فده هيترمي ده أنت عندك تحطي الصبح ومن خلصة تعملي الكبار شغل الكبار مش مكلف ده شغل الأطفال يعني القناة ممكن ما تكلفتيش ممكن بعروسة وبنت تعملي ربط للصبح فترة الصبح دي موجودة عندك قريدي مخازن التلفزيون زي كتما تعمل زماننا ماما نجوة يعني صباح الخير ماما نجوة و آه يعني ماما نجوة كتاية وعروسة طبعا بوقلز لغاية دلوقتي ممكن يشتغل هايحبوه يعني لولاد السن الصغير آه فيه اختلافات لكن السن الصغير يعني التأثير هو هو الطفل بتولد بنفس في العالم كله الصيني زي المصري بنفس الحسيس عاوز يردع من صدر أمه عاوز يعرف الدنيا وهو ماشي الأم الفلاح لما تحطه على كتفها وهو ماشي بي بيلمس الحاجات بيتفرد بيلمس الحاجات بيتعرف على الحاجة يعني ها فأنت السن الصغير السيكولوجية بتاعته واحدة الكبير لازم تعملي له شغل بس شغل بقى يشغل مخه من سن كيل بقى بلغة العطر بس ما بيكلفش زي الصغيرين فأنت مش فقيرة أنت بلد غنية جدا ثقافيا وحضريا طب إنا مرست علشان نعمل ده مش عارف حنا عارفين إن حضرتك مش من الناس اللي بتوسكوت أبدا أكيد تواصلتي على فكرة أنا عمري ما اشتغلت في التلفزيون أنا بنت الثقافة وعمري ما عملت في المرة واحدة حاجة تلفزيون مع أن كل صحابي يعني سوزان حتن حبيبتي وكلهم كانوا صحابي أنا مش تلفزيونية لكن أنا عارفة إيه اللي محتاجوا المصريين التعليم نمبر وان من غير تعليم ونمبر تو أو نمرة اتنين التلفزيون القناة وبعدين ما عندكش طرف زي زمان كانوا بيعملوا مثلا قناة قناة عامة ويحطوا فيها برنامج أطفال ما عادش دلوقت مش هينفع في الزحمة اللي احنا فيها دي ما ينفعش زي ما كانوا بيعملوا زمان إن من الساعة عشر للساعة اتناشر دي برامج أطفال لا ما ينفعش خلاص ليه بقى؟ في تنوح وبعدين الطفل بقى ده ما عجبوش هيفتح الآيباد أو التليفون ما أنت كمان عندك غير غير الحوالينا التحديات اللي حوالينا والإرهاب اللي عندنا هتقوميه إزاي هتقوميه إزاي إلا بال إنك تقوي المناعة الوطنية تقوي عن طريق منظمة القيم اللي زرعتيها في ابنك أو في بنتك في السنة الأولى علاقتهم ببلدهم لازم تعملي علاقتهم ببلدهم يعني إيه ذا يعني زي اللي حصل مثلا في رمضان اللي فات كان فيه منتجات مقدمة لأطفال زي حيا وكنوز مثلا كابت عندها نجاح ورواك كبير أو يشايفني ده مش كفائي خطوة بس ما ينفعش ما ينفعش لازم الطفل يجي يفتح يلاقي قناته يلاقي حاجة ليه والأمهات تلاقي في شيء آمن تسيب إبناء عنده وبعدين هم الأطفال بيطلعوا في رمضان بس عشان يعملوا لهم شغلوا في رمضان ما ينفعش لازم أفيه قناة القناة دي جت يعني بمناشدات رهيبة لعلمك اللي هي الأسرة والطفل الأسرة والطفل طبعا مشيرة خطاب سفيرة مشيرة خطاب أياميها مجهود كبير ليه عملت مجهود جامد جدا كلنا عملنا مجهود مدام مبارك صحيح وأخيرا رضوا يعملوها عملوها وعملوها كويس جدا على فكرة اتقفلت المجلس القومي للطفولة والأمومة اتقفل بعد الثورة ليه يا ولاد ليه يعني خوصت كل المخاطر دي ده مش المرحلة اللي تقفل فيها الحاجات لا اندي عندك إرهاب جوه وتحدي جوه وتحدي برا يعني يعني تحدي برا كمان في حاجات مغلوطة عمالين يحشو بيها ولادنا حد حيجي يقول المنتج المقدم للطفل ده زي ما حضرتك قلت بيتكلف كتير ومحتاج مجهود كبير فبالتالي ده لازم تكون فيه مؤسسات قائمة علشان ترعى وتقدم وتنظم إيه الجهات اللي هندلها الملف ده من وجهة نظرك هو أنت بجيبوا مؤسسات عشان يجيبوا لهم لبن الحكومة بتدعم لبن الأطفال غير القادرين لهم حصة بيروحوا ياخدوها وده حاجة عظيمة يعني أنت بتعملي مؤسسات والله جات مؤسساتك الترخرها لكن أنت دي صناعة سقيلة أنت بتعملي لمستقبل أنت بتحضري أولادك للمستقبل لأن دلوقتي ما يبقى فيه تحرش من 12 سنة دي كارثة عيال بتتحرش من 12 سنة أنت هنا حطيتك وقوم إيه؟ مين اللي كلمهم؟ مفيش حد بيكلمهم من يوم الثورة رئيس الجمهورية شخصيا ماشي مع الأطفال بيقعد بأطفال قاعد بالمعاقين أنا أول مرة اشتغلت مصرحية زول إحتياجات الخاصة زول إحتياجات الخاصة سنة ثمانين تقريبا لو تعرفي تعمل فيه إيه؟ اتسحلت وإزاي تشتغلي معا واللي مش عاوز يعرضوا وطبعا عرضنا كان عرض رائع ومادام جيهان قابلتني بقبتها بعد العرض ده قابل كده والوزارة مرضيش تدفع بوسي كت حكاية رئيس الجمهورية شخصين قاعد بهم رئيس الجمهورية قابل كاتبة أطفال سامح وبكر عزت ودي حاجة عظيمة ده تكريم لكل اللي بيشتغل مع الأطفال طب يا جماعة ما هو رئيس الجمهورية مش هينفز طب فين التنفيذين؟ الراجل إده الإشارة يعني لازم الكلام اللي بنحنا بنسمعه في السياسة يترجم وإلا إحنا في المرحلة الخطر جدا لأن أولادنا مش هيشوفوا غير يا إما الناس اللي بتروج للأفكار الغريبة اللي ما تتلسطش معنا كله ضدك كله ضدك أجنبي مش معاك عربي مش معاك أو إذا معاك في حتة مش معاك في حتة تانية إذا ده معاك في حتة مش معاك في حتة تانية لأن انت لكي خصوصية انت بلد بتقاوم وبتدافع عن نفسها جوه وبرا فانت وبعدين لازم كمان تعملي كوادر وصور الثقافة أو المكتبات لازم يبقى كل قرية ده مشروح كبير ما تقدرش عليه وزارة الثقافة الوحدة ده ممكن يندلك تحت الأشياء اللي بتنفذها حياة كريمة مثلاً ممكن المجلس القاوم للطفولة والأمومة لازم يرجع تاني بما انك بنت السقاء يرجع بمعنى انه يرجع تبع رئيس الوزراء هل خلوا الستات خافوا من النوم عشان مش ينتخبوهم والأطفال ما اللهم شو صوت يعني قولي لي بس الاثنين كانوا تبع رئيس الوزراء واحد يتروح الصحة واحد يفضل ليه يعني ليه دارة في الصحة ويمسكوه دكاترة مش فاهمين شغلانا أخيراً دلوتي بنت يعني أستاذة كبيرة مسكاة سومية الألفي دي بنت الجهاز وقارية اقتصاد المسيطية وشطرة جداً أخيراً لكن مسكوه من يوم كده دكاترة على عينة وعلى رأسة بس ده حاجة اكتماعية اعترامات لأطفال او احتياجاتهم مش بس صحة وكشف دول عملوا مدرس الفتيات مدرس الفصل الواحد عملوا شغل جامل جداً كما تيجي نفكر مع بعض اسمحيني أستاذ الفاطمة إذا حبينا نعمل لجنة خلينا نقول نشكل لجنة من الشخصيات العامة لحضرتك طبعاً أكيد تعرفيهم كلهم المهتمين بعالم الطفل والمفكرين في هذا الاتجاه لو حبينا نقول كم اسم من كنوزنا المجموعة دي إذا اتجمعت ممكن تحط ممكن تحط استراتيجية ليه بس يعملوا بس إزاي نتعمل لا لا حضرتك الشبان اللي زي الفل اللي كانوا بيشتغلوا هاجروا يبيشتغلوا عند العرب بالصفحة وبالبتاع عيال زي الفل طلع بتوع رسوم متحركة وتوع فنون أطفال زي الفل انتي عندك كوادر عالية جداً بس الحكومة تقول ها؟ ونشتغل معاه ونعمل لجنة نطلع التراث المصري اللي في قولي معايا في بانس بيرو مش محتاجين نعمل لجنة عشان المجلس القوامل وطفلها للأمومة يبقى تبع مصطفى بيمة بولي مش محتاجين نعمل لجنة مش محتاجين نعمل لجنة عشان نعمل قاعات جوه القرى المصرية جنب الزوايا تردع الزوايا اللي بيتقال فيها كلام مغلوط عن الدين الإسلامي على الأقل يعني الفكرة ان يكون مجتمع متحضر بيبتدي من طفل وهو صغير بفنونه حاجة تختختن طفل الغاية 18 سنة فيه ناس ممكن تسمعنا دلوقتي سمحيننا أستاذة فاطمة تقول طيب احنا كنا لأول مش الفترة الفاتت دي بنحارب في إرهاب وبنحارب عشان نعمل إصلاح اقتصادي يعني صعب ان حد يتخيل ان قنال الأطفال ممكن تكون من الأولويات لكن جه الوقت كانت موجودة واتشغالة من 2000 وكام؟ لأ اتقفلت قبل الثورة شوية سموها العيلة استغسروا يبقى فيه قنال الأطفال طيب كانت الأسرة واتفروا وتنقلت بقت العيلة وبعدين اتقفل خلينا نقول بقت على الأولويات خلال الفترة دي زي ما حضرتك قلتي هو إدى الإشارة إن الأطفال من الأولويات موجود معهم أيها الرئيس إدى إشارة بنقطة البداية تبقى فين؟ إنشاء القنان ولا نقطة البداية؟ القنان نمر واحد وبعدين؟ وبعدين المجلس القومي ده مش هيتعودت تبعية للمرحب الرئيسي ده قرار مجرد قرار إنه يرجع رئاسة الوزراء تاني الأليات هتتغير الناس هتتغير لأن وزارة الصحة ماليته ناس مش شغلتهم لمؤخذة يعني متأسفة أقولي الكلام ده الأليات نفسها بتاعت المكان هتتغير يعني وفق تبعية المكان بيبقى في طريقة التفكير والتنفيذ ماذا لمسكة دلوقتي متربيها فيه؟ يعني حصل ضروب فما لقوش غيرها فأنت اعملي كوادر من أول جديد الكوادر بتطير أو تموت فأنت ده ده مش محتاج للقرار من رئاسة الوزراء يكون على وعي بإيه مهمة المجلس أساسا علشان يقدر ينفذها بشكل قرار هو قرار من رئيس الوزراء يرجع المجلس القومي للتفولة والأمم دي الخطوة التانية إيه الخطوة التالتة؟ القاعات المتعددة الأغراض في القرى المصرية كلها 3000 تلافه حاجة قرية لازم ويتعامل دورة تدريبية كيفية تقديم المفاهيم الحديثة والوطنية عن طريق الفن يعني ما تروحيش تقولي له ده حضرتك اشتغلت في فترات طويلة جداً انا اشتغلت طبعاً انا عملت فن يعني عن التسامح فن عن الملكية الفكرية فن عن الإدمان عملنا للأطفال عن الإدمان سواء بالكتابة أو المصرح وعملنا إحنا الدنيا يعني إيه مصر؟ يعني إيه وطن؟ يعني الوطن ده إيه؟ هل الوطن ده النيل؟ ولا الشجرة؟ ولا الشمس؟ ولا الأمر؟ الولد قاعد يسأل لما في الأخذ راح لجدته قالت له الوطن هو إحنا أنا وإنت جارك جورج المسيحي ابني خالتك نادر النوبي هو ده الوطن إحنا الوطن الناس الارض مش الوطن الوطن الناس طبع الارض الوطن برضو ربنا يخلها لنا لكن الناس اللي بتعمل الارض مصر هيبت المصريين يعني النيل نفسه متهزبش غير عند المصريين هم أول ناس عملوا حضارة أولة إحنا مصريين طب ومرحلة الكتابة؟ وانا تقاط قوعت في تكري مهما المصريين شكله بليد كده وشكله مش يحب يشتغل كده يعني أنا أنا اشتغلت مديرة وعيالة صغيرة يعني كان حظي حلو مفيش حد ما عندوش حاجة مفيش حد حتى الخانع اللي قدام الخانع ده عند التحدي هيتشغاليه هتعرفت شغاليه فين؟ عارفة؟ كنت ساعات بتوفرون ططباية لما مرداش يشتغل خلص أقوله طب بيض جل بتاع يقولي طب خلاص عاوزة إيه؟ يعني هو بيشتغل بره من حكومة بقى بتاخدي بياخد ثلاث تعريف أه على قدش وسمنا طب ما تيجو انبيض القصر لا يعنيش فلوس فيبيضه يعني دايما الحاجة أم الاختراع زي ما بيقوله كمان جواك عندي بخزون انتي وبعدين الأطفال ابتدت في مصر من زمان أنا كنت باسمع بابا شارو قبل فضيلة أنا قعدت سنة أستنى بابا شارو ما جات قبل فضيلة قعدت سنة أقول فين بابا شارو مش جاي ليه؟ ارتبطت بابا شارو فانتي عملت في الإذاعة وقبل بابا شارو كان فيه واحد لا وبعد كده كان فيه قبل فضيلة وإحنا عايزة أقول في التليفزيون كمان من قبل قبل فضيلة بابا شارو كان فيه بابا حسن مش عارفة ولا إيه؟ يعني كان كثير بابا صادق بابا صادق برافو عليك وفي التليفزيون كان عندنا كثير وكثير أسامي وفضل جميع علاق معينا وقبل سميحة كان زمان قبل سميحة كانت بتعمل برنامج جنة الأطفال أنا حضرته ماما سميحة وعندنا كثير بقى من بعد كده يعني اه اه يعني فانت عندك مخزون انت عملت لنا حاجة لطيفة جدا جدا أستاذة فاطر مكال عايدة يعني اللي بيعشق مصر واللي بيعشق الأطفال بيخبط على الأبواب علشان يقولون فيه هنا مشكلة عالجوها قبل ما تكبر لإنه عندنا ما ينفعش تحبي مصر ما تحبيش الأطفال ولا المناطق المهمشة والقرى والفلاحين والفقراء ما ينفعش وإحنا عشان مدركين ده كويس كان لازم نوصل الصوت على أهل المستوى أنا اشتغلت مع كل أنواع الأطفال يعني اشتغلت مع أسواق ومحتياجات خاصة ومهمشين وأطفال في وضعية الشارع كل أنواع الأطفال اللي اشتغلت معها كلهم حتى اللي بيبتدي هو صعب مش حيارنين بعد شوية بيبقى من خلال الثاني لذيذ فاني بيصنع المعجزات بعدين عايز تقيم بلد على حقيقتها شوف ثقافتها شوف أنها تعرف البلد في أي مرحلة بالزبط الأستاذة فاطمة المعدول قدمت مداء واستغاثة زي ما قلنا زي ما بدأت بختم قنال الأطفال يا ولاد الحلال ولادنا يا إما هيروحوا للقنوات بتاعة الجيران العرب اللي هما ثقافتهم وأفكارهم ووضعهم مختلف عننا أو يروحوا للديزني وما شابه اللي هي بتزرع أفكار ما أعتقدش خالص إن من السهل إن حد يقبلها في بيوتنا حبينا نعرض دمعيها وإحنا بنشكرك على كل النداءات الأدنسية النهاردة شكرا جزيلا لأستاذة فاطمة المعدول نورتينا نورتي حديث القاهرة أسعدني حديثي معاكم وأنا كمان أسعدني وجودي معاكم شرفتين جدا مشاهدينا في كل مكان حديث القاهرة بكرا حلقة جديدة ساعة 9 مساءً موضوعات كتير كلامكوا اتكلمتوا في إيه؟ محتاجين نعرف مع بعض إيه ونستكشف إيه؟ حديث القاهرة حيكون معاكم هنا وتصبحوا على خير نقابلكوا بكرا بخير إن شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى